ترجمة نانسي قنقر يوم تعريفي بالمدارس الحكومية لكافة أولياء الأمور بهدف توفير بيئة تشجع على الإبداع والابتكار في المنزل والمدرسة جهود متواصلة لتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز المنظومة التعليمية وتطوير مخرجاتها من خلال خلق بيئة تعليمية تدعم الإبداع والابتكار وتسهم في رفض مسارات التنمية بالكوادر المؤهلة وفي هذا الشأن حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات الكمية والنوعية بفضل ما تخضى به المنظومة التعليمية من رعاية واهتمام مستمر من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ما كان له الدور البارس في تعزيز المسيرة التعليمية في المملكة وإنجاح الخطط والمبادرات المنبثقة من برنامج عمل الحكومة ويأتي توجيه سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإقامة يوم تعريفيا بالمدارس الحكومية لكافة أولياء الأمور دليلا واضحا على مواصلة تبني المبادرات الناجحة والتي تكفل تطوير المنظومة التعليمية في مملكة البحرين كما أنها فرصة كبيرة لتعزيز شراكة أولياء الأمور مع الهيئات التعليمية لإثراء العملية التعليمية لما فيه خير وصلاح الطلاب مملكة البحرين تسير في طريق تطوير السياسات التعليمية وفق أحدث الأساليب والتقنيات خلال مواكبة التكنولوجيا الحديثة لتخريج أفواج من أجيال المستقبل تسهم في دفع عجلة التطوير والنماء اشتركوا في القناة